بسم الله الرحمن الرحيم جهود مصرية قطرية أمريكية نجحت في الهدنة تمديدها لمدة يومين كمان يعني خلاص بقينا نتكلم على ستة يام جهد مصري كبير كمان مصر قدرت النهاردة تحل كان فيه أزمة الدفع الرابع اللي كان مفترض تخرج حصل بعض الإشكاليات ولكن تبقى لي أستاذ ضياء رشوان رئيس الهيل عامل السلامات أتأكد أن مصر قدرت تنجح في حل الإشكاليات التي كانت كادت تؤدي إلى تأجيل إطلاق صراح سواء الرهائن أو المحتجزين الليلة ولكن تم حلها وبالتالي خلال ساعات يتم إطلاق أو الإفراج عن 33 فلسطينيا من سجون الاحتلال و11 إسرائيل الموجودين لدى حماس ماذا بعد الحرب حرب وقفت مثلا بكرة بعده بعد سبوع بعد اثنين وفي الدلوقتي خلاص ويريت وثيقة عسكرية أمريكية مهمة أوي الوثيقة دي أمريكا اشتغلت عليها في عام 84 الوثيقة بتكلم على إسرائيل وعلى مسألة الانتقام ده عنوان الوثيقة وثيقة عسكرية أمريكية تكشف استراتيجية إسرائيل الانتقامية في فلسطين الوثيقة دي الوكالة الأمريكية ووكالة تابعة المخابرات تابعة للاستخبارات العسكرية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية عملوا تقييم في وثيقة عنوانها إسرائيل تجربة في مكافحة الإرهاب وده تم في شهر يونيو عام 84 وتم رفع السرية عن هذه الوثيقة أو هذه المعلومات في 2016 المعلومات بتتكلم في الوثيقة دي بس احنا بنشرع عشان نعرف ما هو داخل الكان الصيوني نوايهم ايه والتجارب